رجعنا لكم بحلقة جديدة بأصناف جديدة جريت تعجبكم وتنون برضاكم النهاردة معنا نوعين واحد من كورس والتاني سلطة كتير من الزملاء والزميلات طلبوها مننا رغبنا هي مشهورة وخفيفة بس مش عارف ايه الوضع يعني او ليه السلطة دي بزي كل الناس بتحبها وهي مشهورة سلطة الكروسلو بس عايزينها بنفس الطعم اللي بيأكلوها في المطاعم التاني نتمنى ان هي تعجبكم والطبق التاني الرئيسي طبق الكوردن بلو او الشيكين كوردن بلو فراخ صدور فراخ محشية وهنشوف هتتحشي ايه هي المفروض بتحشي حاجات هام وكده بس احنا بنعوضها بسموك توركي او توركي مدخن او لحمة مدخنة مع نوعه الجبنة بتبقى شيدر او المتاحة عندنا في قلب البيت نبتدي نشوف الفراخ الاول نزبطها ونخليها في قلب التدبيرة بتاعتها واللحة بتاعتها علشان نشوف نعملها ازاي ادي الفراخ ديها سنة ملح طبعا غسنها ونضبطنها اوكي بعد شلهوط هنضوح اسمين الفراخ زي ما بنقسم الساندوتش اللي دي كده نقسمها زي ما بنفتح الساندوتشات بتاعت الولاد المدرسي بالطريقة دي ممكن نفتحها شوية تاني بتبقى كده او هادي صدر نحو تد صدر تاني بعدو نفتحو بنافسه التاريه بي تاريه دي نفتحها كويس و ممكن بقى نرش جوه شوية ملح شوية فلفل ممكن سنة مسترده لو هنحب ممكن سنة كتشب تدبيله الانضبط بس هي المفهود ملح والجبنة والحاجة التانية اللي احنا بنحشيها بيه نجيب لحمة طهر طريقة دي سلايس تاني طريقة ديت نجيب جبنة نجيبنة وبعد كده هوت خط الجبنة في يطحن السين برضو بالطريقة دي ونروح قفلين عليها ادي سدر نجيب السدر التاني ممكن نحشيها جبنة ممكن اللي هي البلو تشيز او الجبنة ريكفور ممكن بدل اللحمة اللخام ترك ندخن او قشة تفراغ وفيه ناس بتحشيها ببسترمة هذه جبنة تانية ونقفل السدر عليها كده نبتدي نحضر حاجة البنية زي ما اتفقنا قبل كده قلنا البنية ثلاث مراحل مرحلة اولى الدقيق مرحلة تانية البيض مرحلة تالتة البقسمات او دي البقسمات العيش لازم الترتيب دوت علشان نمسك البقسمات كويس ويبقى عامل طبقة عليه البيضة هنربها او نقلبها وقلنا قبل كده ان احنا نعمل لها شوية مية او شوية لبن مع شوية الملح والفلفل بطعمة احنا نزود لها شوية مية خفيفة ونقلبها كويس نزود ملح ملح ونزود فلفل ونقلبها تقليبة تقليبة كويس كده احنا نقلبناها نشوية سكينة ادي بيض ادي بقسمات ادي الدقيق ناخد قولنا مرحلة اولى الدقيق نتبنها كويس عشان هو ده اللي هيخليها تمسك في بعضها وبعد كده هوت ادي بيض بيض بعد كده هوت ناخدها على البقسمات نضبطها كويس البقسمات ونضعكها جامد عشان البقسمات يمسك في قلب اللحمة كويس وتبقى طبقة كبيرة هادي صدر جاهز نجيب طبقة ونحط فيه الصدر الاولاني نعمل نفس اللي عملناه في الصدر الاولاني نعمله مع الصدر التاني نزبطه بالدقيق كويس نتبنه بالدقيق نزبطه كده بعد كده في قلب البيض البقسمات بعد كده في قلب البقسمات وندوس عليها جامد عشان تقفل كل المكسام بتاعته بعد كده بعد كده نروح نروح في التلاجة عشان تمسك كويس بعد كده نشوف هنعمل ايه نغسل ادينا ونكمل شغلنا ماينفعش نعمل مرحلة قبل مرحلة ماينفعش نعمل البيض والبقسمات مش هيمسك فيه سوري الديق بعد كده البقسمات لازم البيض مرحلة في النص عيب يربط ما بين الاتنين نزبط مكاننا ونكمل شغلنا اجي البيض بتاعتنا نحليها جنبينا ونبتدي نعمل الحاجات تانية عندنا كلسلون نهارده هناخد كم ورقة بس كده عشان نستعملها كجرنش او ديكور ونشيل ورقة دي نشيل ورقة تانية ونشيل ممكن ناخدها حتى النص كده هوا ناخد بولة دية نقطع فيها ونحط فيها الكرنب بتاعنا ناخد حتة دية عشان مش تطلع كويسة ممكن نقطعها كده هوا ممكن نقطعها التقطيع اللي احنا على طول بناكلها بها في قلب المطاعم اللي هي المفرومة فاحنا نفرومها برضو عشان ايه نحاول نقرب نقرب في الطعم او التستطعم نقرب بعد كده نحطها البولة بطاعم 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 كويس نحن نسمعين صوت الكرنب ونخليها نص ساعة او ساعة الغاية لما الكرنب بيطرة والغاية لما يجتدي الكرنب بيطرة فاصل ونرجع لكم بعد شوية ترجمة نانسي قنقر